هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة برقية شكر من أخيه فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة برقية شكر لدى مغادرته البلاد هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين يسرني ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن أبعث إلى جلالتكم بخالص الشكر والتقدير على ملقينا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة أود أن أشيد بالمحادثات الإيجابية التي جرت بيننا في جو من الود والتفاهم حول القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأغتنم هذه الفرصة كي أشيد مجددا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بلدينا وشعبين الشقيقين متطلعا إلى المزيد من دعمها وتطويرها في جميع المجالات أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق ولشعبكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار مع أسمى اعتباري وتقديري الأخوي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية